اهلا بكم الى حلقة جليدة من تحت الضوء لماذا اتفقت الاحزاب والكتل السياسية في العراق على تكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة مع انه محكوم بقضايا فساد ورغم رفض ثوار تشرين له ولكل من شارك بالعملية السياسية هل هناك توافق ايرانيون على تكليف محمد توفيق علاوي وتنصيبه رئيسا للوزراء ما تداعية تكليف محمد علاوي وتنصيبه في ظل استمرار الرفض الشعبي له من المستفيد من تنصيب محمد علاوي واختياره وماذا يمكن ان يقدم للعراق والعراقيين وماذا قدمت العملية السياسية اصلا لماذا تصر الطبقة السياسية باحزابها وميليشياتها على تدوير ذات الوجوه وذات الشخصيات التي شاركت في الفساد مع استمرار رفض المتضاخرين وثوار تشرين لهذه الوجوه اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت جميع الثوار في العراق للنزول للشوارع وقطع الطرق الى المطارات والاضراب العام ردا على تكليف علاوي لرئاسة الحكومة بينما هاجمت ميليشيا سرايا السلام المتضغرين المعتصمين في ساحة التحرير وحاولت السيطرة على مبنى المطعم التركي مرددين هتافات مؤيدة لمقتلاء الصدر المؤيد بدوره لتولي علاوي رئاسة الحكومة نصلت الضوء على تداعيات هذه القضية بعد هذا التقرير هكذا كان رد الثوار في ساحات التظاهرات على تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة هتافات بأصوات عالية رافضة لأي مرشح من الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت العراق وجلبت له الدمار منذ عام 2003 السلطة السياسية بعحزابها وميليشياتها أنتجت نسخة طبق الأصل وأعادت تدوير ذات الشخصيات التي شاركت في الفساد لتكليفها بقيادة العراق مرة أخرى في خطوة تضمن بقاء كامل الطبقة الفاسدة التي يطالب المتظاهرون بإسقاطها اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين في أول رد لها دعت جميع الثوار في البلاد إلى النزول إلى الشوارع وقطع الطرق إلى المطارات والإضراب العام رداً على تكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة وحذرت اللجنة من محاولات الأحزاب وميليشياتها الالتفاف على مطالب ثورة تشرين في وقت تهاجم الميليشيات المتظاهرين في بغداد بعد رفض تكليف محمد علاوي من قبل جميع ساحات التظاهرات هجمت ميليشي السراية تابعة لمقتدى الصدر المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد وحاولت السيطرة على بناية المطعم التركي الذي يعد أيقونة من أيقونات ثورة تشرين مرددين هتفات مؤيدة لبيان الصدر المؤيد لتولي علاوي رئاسة الحكومة الاعتداءات على الثوار في ساحة التحرير دعتهم إلى الإعلان عن تفويض ثوار ساحة الحبوب بمحافظة ذيقار لتكون الساحة هناك هي مركز الثورة في البلاد ومصدر قرارها وذلك بعدما حدث من اعتداءات وتهديدات نفذتها ميليشي السراية ضد معتصمي ساحة التحرير وفي خضم تلك الأحداث أكدت منظمة هيومن وايتسواتش أن من أحرق خيم المعتصمين في بغداد والمحافظات هي القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب السياسية ولا وجود لطرف ثالث كذلك جددت السفارة الأمريكية في بغداد مطالبتها السلطات الحكومية بوقف الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الأحزاب الفاسدة بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط العملية السياسية وفي ذات السياق أكدت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسهارت رفضها للقمع الحكومي لتظاهرات ثورة تشرين على يد القوات الحكومية وميليشياتها وذلك خلال لقائها وفدا من النشطين في تظاهرات ذيقار تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء والذي وصفه النائب فائق الشيخ علي بأنه جريمة بحق العراق جاء بعد دخول ثورة تشرين شهرها الخامس مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في جميع المحافظات العراقية المنتفضة وسط تأكيد معتصمي ساحة التحرير وبقية ساحات الاعتصام رفضهم تولي علاوي رئاسة الحكومة أو أي مرشح من الأحزاب السياسية الفاسدة لرئاسة الحكومة المقبلة في البلاد أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة ضيفي في الستوريو دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق مرحبا بك دكتور مرحبا إليكم الله وأرحب أيضا بضيفي الأستاذ محمد جواد فارس الباحث والكاتب السياسي أستاذ محمد مرحبا بك أهلا وسهلا ومرحب أهلا بك وأرحب أيضا بالناشط في التظاهرات من بغداد السيد عبدالله الفراجي السيد عبدالله مرحبا بك أهلا بك مرحبا بك أهلا بكم ضيوفي الكرام أبدأ معك دكتور عبد الحميد دكتور عبد الحميد كيف تقرأ تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة في هذا التوقيت المتظاهرون يرفضون كل شخصية شاركت في العملية السياسية مع ذلك هناك إصرار على تكليفه بسم الله الرحمن الرحيم وحييك والمشاهدين الكرام والأساتذ الضيوف معنا في هذه الحلقة منذ البداية قلنا منذ انطلاق الثورة هذه التظاهرات قلنا أن الحكومة هذه وأحزابها حزاب السلطة تسير بمسارين ربما متوازيين المسار الأول هو استخدام القوة لقمع هذه الثورة وإعادة الناس إلى بيوتهم والثاني اللي هو القضية الخداع ممارسة الخداع لهؤلاء الناس ولغيرهم ظنن منهم أنهم بهذه الأساليب ربما ينهون ويقضون على هذه التظاهرات ما حصل اليوم هو جزء من هذا المسار اللي هو مسار الخداع يعتقدون أنهم بهذه الشخصية أنهم جاءوا بشخصية جديدة كذا يدعون وأنه أيضا محاولات أنه هذه وافق عليها المتظاهرون وافق الثوار ادعااتهم هكذا نوع من أنواع الخداع والإعلان أنه قد جئنا بشخصية جديدة وربما يعطونها نوع من الهالة وإلى غير ذلك من الإدعاات وحتى من الخطاب الذي هو ادعى فيه أنه سيحقق ما يريده المتظاهرون وغير ذلك من أمور هذا الذي حصل اليوم يدلل على أن هذه الأحزاب أحزاب العملية السياسية هي تفكر في واد بعيد في خندق بعيد عن منطق وخندق ووادي المتظاهرين ووادي الثوار ووادي الشعب العراقي عموما الثوار الشعب العراقي خرج ضد العملية السياسية بجملتها ضد هذا الفساد وضد هذه الأطر السياسية التي سمحت لهذه الأحزاب موارسة هذه الانتهاكات وهذا الفساد ضد أبناء الشعب العراقي ما حصل اليوم يدلل على أن هذه الأحزاب متمسكة بالعملية معمية السياسية يعني متمسكة بكراسيها لا تريد أن تخرج عن هذا الإطار ولذا كل تفكيرها طيلة الأشهر الماضية هي تفكر في إطار واحد تدور في دائرة مفلغة هذه الدائرة لا يريدون الخروج فيها عن إطار هذه العملية السياسية لذا طيلة المدة الماضية كل الأسماء التي كل فترة يرشحونها ويعلنون عنها نراها هي لا تخرج عن إطار هذه العملية السياسية لذا فإننا نفهم من هذا أن هؤلاء هم إلى الآن لم يفهموا أو لا يريدون أن يفهموا ماذا يريد أبناء الشعب العراقي ماذا يريد هؤلاء الثوار ولا هو هو القضاء أو اقتلاع هذه العملية السياسية من جذورها نعم سيد محمد جواد فارس إلى أي مدى ترى أنها نوع من المراوغة كما تحدث الدكتور عبد الحميد العاني بتكليف محمد توفيق علاوي وإعادة تدوير ذات الوجوه في العملية السياسية رغم رفض المتظاهرين له ولكل من شارك في العملية السياسية تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهديكم لكارن الغريب بالأمر أنه دخلت الثورة التشرين شهرها الخامس والمماطلة من قبل ما يسمى برئيس الجمهورية برهم صالح وهو يماطل ولم يطرح أي وجه من هذه الوجوه الوطنية التي ثبت الثوار بمنهجيتهم وبرامجهم أن هناك شروط يجب أن لا تدور هذه الأسماء وبالعرض وكأنه بعد أن خرج بنا بهذا الكثم محمد توفيق علاوي وهو هذا الشخصية المعروفة لدى العراقيين بتاريخها استغربنا استغرابا عجيبا وكأنه تمخض الجبل وولد فارن للأسف أن هناك شخصيات من الثوار ممكن زجهم في تخطيط لهذا البلد من أجل إقامة عراق مستقل ينهج نهج ثوري نهج بناء مستقبل حضار والمعروف أنه السيد محمد توفيق علاوي كما يعرفه العراقيين أنه هو محسوب على حزب الدعوة وبالفت الوقت أنه شارت في وزارة نور المالك بعد أن فصل من الوزارة أو طرد من الوزارة كما يقول سيد نور المالكي أنه قدم للمحق واتخذ قرار غيادك عليه بحبه سبع سنوات فهذه الشخصية لا يمكن قبولها من قبل ثوار بشرين أبداً لأنه هي العملية بحزاته تعتبر عملية تدوير لشخصيات هي الشخصيات التي افترحت من قبل مؤتمر أو بالأحرى هذا الاجتماع أقد في مدينة طم الإيرانية وتخذ قرار من قبل المجتمعين هناك وأسماؤهم معروفة لدى كل الشعب العراقي وبتواجد من مقتدى الصدر طرح هذا الاسم ووافقت عليه هذه الأطراف لكن الثوار رفضوا رفضاً قاطعاً أن يكون هذا هو رئيساً لوزراء العراق لأن يتحمل مسؤولية ما تبطى من أجل أن تبطى هناك مطاليب عادلة ومشروعة وهي إجراء انتخابات فورية بعد انتهاء فترة معينة مداها على الأكثر ستة شهور قال كذا هو البطوب وبما أن محمد توفيق على الآوس قدم نفته وكأنه متعاطي مع المطالب فاعتقادي هنا أن هذه صورة غير صحيحة وإنما وجه مقنع من أجل أن يكسب جماهير الثوار إلى جانبه وهم لا يقتنعون به مثل هذه الشخصية التي لها ثوابق معينة وهي محتوبة على نفس الجهة التي ارتكبت الحماقات والمطلوب الآن شخصية وطنية مصبولة من قبل المتظاهرين من قبل المنتخضين ثوار الذين اتخذوا قراراً بعد أن ثلاثة مقتدستدر شلوكاً للأسف شلوك لا يدل على وطني ابقى معي سيد محمد جواد فارس سأعود ليكم مرة أخرى لو سمحت سيد عبدالله الفراجي الناشط في التظاهرات من بغداد مرحباً بكم يعني الكثير من الشخصيات الوطنية والكفاءات موجودة ضمن يعني في العراق وخاصة ضمن المتظاهرين أساساً يعني لماذا يعني أو كيف تقبل تلقى المتظاهرون نبأ تكليف محمد توفيق علاوي وهو عليه أصلاً قضايا يعني محكوم بقضايا فساد وأيضاً مرفوض من قبل مطالب المتظاهرين أهلاً بك أخي وأهلاً بضعيفك الكرام ومشاهديك الأكارم في البداية المتظاهرون في كل مياذي التظاهرات رفضوا رفضاً قاطعاً تسلم أي مسؤول تابق لهذا المنصد منصد رئيس الوزراء منذ خروجهم اليوم الأول منذ واحد عشر إلى قبل ثلاثة يام هم يرفضون رفضاً قاطعاً أي سياسي يتولى هذا المنصد طبعاً مقتدر صدر أقام بهذه الحركة بالاتفاق مع هادي العامري اتفاق تم في طهران على أن يرجع عناصر سماء السلام وعناصر قبعات الزرق يعودون إلى ساحة التحرير ومن ثم عملوا هذه المسرحية المحبكة والسخيفة في نفس الوقت لأن الشعب لا زال يرفض هذا المرشح الهزيل الذي تدعمه العصابة للحق وميليشيات الحجب الشعبي وجاء به كوتراني بعد اتفاق مع أغلى قادة الميليشيات في إيران المرشح مرشحهم مرشح الأعزاب المرشح مرتهم مرتهم بقضايا فساد وعليه سبع سنوات عقوبة سجن سبع سنوات بتهمة فساد عندما كان وزيرا للاتصالات الرئيس الوزراء ضعيف خانع هو أضعف بكثير من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأتوقع أن لا يستمر طويلا لا زال المتظاهرون في ميادين التظاهرات في ساحات التظاهر يرفضون رفضا قاطعا الرجل يعرفون أن الرجل تلوثت أيديه بأموال العراقيين ويعرفون أنه أدات واضح أدات بيد الأحزاب والميليشيات التي جاءت به والأيام ستكشف كثيرا من هذه الصفقة المخزية نعم ابقى معي أستاذ عبدالله الفراج ناشط التظاهرات دكتور عبد الحميد العندي بالعودة إليك تحدث ضيفايا الكريمان عن اجتماع حصل في قم وبناء على هذا الاجتماع تم الترتيب والتهيئة لتثميث محمد توفيق ألاوي طبعا هذا الاجتماع عقد بحضور قادة الميليشيات وأيضا معهم مقتدى الصدر هل من المعقول أن إيران هي التي تخطط وترتب لكل المشهد في العراق من أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون في هذه الثورة هي أنه إيران بر بر كما جاء في اللهجة العراقية من أهم هذه المبادئ التي قامت عليها هذه الثورة هو منع التدخل الإيراني وقطع أذرعها داخل العراق لأنه كما حدد هؤلاء الثوار وهؤلاء المتظاهرون في هذه الساحات أن سبب البلاء الذي حل بالعراقيين هي إيران هي التي تقف وراء هذا التدخل هي التي تقف وراء الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا هي التي تحمي هؤلاء وهي التي جاءت بهم وأيضا منذ بداية الاحتلال إلى اليوم هي التي لها ذراع ولها بصمة كما يقال في أي خلل داخل العراق في كل مأساة من مأسي الشعب العراقي تجد وراءها إيران تقف وراء ذلك سواء كانت سياسية وأمنية بل حتى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك لذا ليس فقط من البعقول بل من المنطقي والطبيعي أننا نجد أن إيران هي اليوم التي تتحكم بهذا الأمر وبالمناسبة هذا ليس اتهاما مننا فقط وإنما هذا ما يتحدث به ليس أيضا فقط الشارع العراقي الثائر على هذه الطغمة هذه الأحزاب وعلى إيران بل نجد هذا في اعترافات حتى المشاركين حتى هذه الأدوات أدوات العملية السياسية لما يتشاكسون فيما بينهم يفضح بعضهم بعضا ويقررون أنه إيران هي التي جاءت بفلان وإيران التي سمحت بفلان وإيران التي أقالت وهكذا إذن هي إيران أساس البلاء ومتى ما قطع رأس الأفعى كما سمعنا في أحاديث كثير من المتظاهرين متى ما قطع رأس الأفعى ربما سينقطع وسيموت ذيلها ولمقصودون بذلك أدواتها داخل العراق هي سبب البلاء ولذا لا بد من القواعي على هذا الأمر وأيضا لا بد من منع هذه العملية يعني ليس فقط القضية هنا ربما أيضا ذكر الضيوف الأكارم قضية أشخاص هي ليست ثورة ضد شخص لم تقم هذه الثورة ضد سين من الناس حتى يؤتى بغيره فقط النظام ضد العملية بأكملها وضد هذا التدخل الإيراني وضد هذه المحاصصة وضد الطائفية وضد هذا النظام الذي جاء بتوافق أمريكي إيراني للعراق وبمناسبة أيضا على كلامك إيران كانها الدور الأكبر وهذا باعترافها في التمهيد لاحتلال للعراق وأيضا باعترافهم أنهم هم الذين مهدوا للاحتلال ومهدوا لما بعد الاحتلال وطائفيتهم ومؤامراتهم وقضائهم على المقاومة والمؤامرات التي شرخت النسيج الاجتماعي العراقي بالتأكيد هو رموز النظام الإيراني تحدثوا عن موضوع أنه أمريكا لا يمكنها احتلال العراق والأفغانستان دولة إيران ومساعدة إيران ساد محمد جواد فارس هل إيران تريد أن يصل أو أن تصل الأمور في العراق إلى مرحلة الحرب الأهلية مثلما كان هناك في 2006 و2007 ولكن من نوع آخر يعني نشهد هناك اعتلاءات على المعتصمين في ساحة التحرير سرايا السلام تابع المعتدل الصدر قاموا بالاعتلاء على المتظاهرين على ثوار التشرين هناك يعني هل يعني إلى مدى تعتقد أن هناك ربما أمور ترتب في المستقبل على هذه الأشاكل والله الآن واضح أن هذا المخطط الذي تم إخراجه في قم وكلف به مقتد الصدر على الأكثر أن إيران لها ضلع كبير في هذه العملية وسبق وأن أشرنا في لقاءات ومؤتمرات أن على إيران أن ترفع يدها عن العراق وتترف للشعب العراقي حرية اختيار نظامه من خلال شعبه وقواه الوطنية وحتى أكدنا أن الجغرافية لا تتغير وإيران هي جارة عراق فعليها أن تتخذ مواقف مواقف أثر وطنية ولكن للأسف أنها أغلت وابتعدت عن هذا الضر حتى قلنا لهم أنه أبطحي عندما قال أنه لو لا قهران لما سقطت كابل وبغداد وهذا قلناه في المؤتمر القومي العربي قلته أمام أمام مجموعة من المتقفين العرب أنه عليكم أن لا تدخلوا بالشعب العراقي وأذا أردتم أن تدخلوا فتدخلوا لصالح مقاومة المحتل وليس إلى جانب تهجيج الصراعات الطائفية التي لم يتعود عليها شعبنا وإنما عشنا لسنوات ونحن لا نعرف من هو الشيحي ومن هو السني ومن هو المسيحي بتكاتف لأن نحن أبناء وطن واحد تجمعنا روابط روابط المواطنة وهي بالتأكيد هي الجذر الأساسي لوجودنا في العراق الآن على إيران على إيران أن ترفع عيتها وعلى كل الاحتلالات في بلدنا العراق أن تخرج وتترف كعبنا أن يقرر مصيرها وليس أن تمد يد العون لما يسمى بميليشيات من هذه الجهة أو تلك وإنما المطلوب الآن أنه شعب العراقي تتسع حريته في مطالبه العادلة وأن يكفوا ولا يفرض علينا محمد توفيق علاوي وغيره من هذه السلالة التي هي لم تقدم للعراق إلا والقراب والدمار والتي جاءت بعد عام 2003 ودمرت الدولة العراقية وكما هو معروف لاحقا وما جرى من شغلات أساسية في توسيع رقعة الخلاف في اللحمة العراقية بين أواصر هذا المجتمع العراقي التي هو فسي فساء بين عربي وكردي شيعي وسني وأسوري وتركماني وأرمني إلى غير ذلك من القوميات المتآخية والأطياق الدينية التي عاشت لفترة زمنية طويلة في عراقنا عليهم أن يفهموا ذلك نحن لسنا قاسيين ولا يمكن لنا إلا أن نبني وطننا نحن بناته وليس غيرنا ولا ينهبوا خيراتنا ولا يمجونا بأساليب ممكن أن تفتت من وحدة أستاذ محمد ابق معي لو سمحت سأعود أليكم مرة أخرى سيد عبد الله الفراجي هناك اعتداءات حصلت في ساحة التحرير ضد المعتصمين من جانب سرايا السلام متابعة لمقتدى الصدر في محاولة منهم للاستداء على مبنى المطعم التركي الذي يعرف بأيقونة ثورة تشرين وهو جبل أحد هل لك أن تصف لنا ما حدث أخي قبل ثلاثة أيام عندما أمر مخطف الصدر أنصاره بالعودة إلى ساحة التحرير والعودة إلى ساحة التظاهرات ومناصرة المتظاهرين والضغط على الحكومة لتعيين وتنصيب رئيس وزراء بإرادة الشعب تحت إملاءات وشروط المتظاهرين في نفس الليلة قام عناصر سرايا السلام تهديد العديد من أصحاب الخيام والسيطر والسول على العديد من الخيام التي قريبة من حديقة الأمة بعدها ذهبوا إلى المنصة المنصة الرئيسية التي تلقى منها الخطب خطب ساحة التحرير والبيانات التي تنطلق من هناك عبر التنسيقيات المتعددة بعد ساعتين من تنصيب محمد توفيق علاوي سيطر على فر التيار الصدري المسمات بالقباعات الزرق سيطر على كل المطعم التركي وهو المسمات بجبل أحد أو أيقونة الثورة الإراقية هناك خبر أنهم قاموا برمي أحد المعتصمين من فوق المبنى هو لا أخي للأمانة لأمانة نقل الخبر هم قاموا بطعم السيد بكر اليسري بثلاث عنات يسكين توفي الرجل بعد ساعتين في أحد المستشفيات القريبة التابع لمنطقة الكرادة ياسر كان أحد نزل المطعم التركي رفض في بداية الأمر رفض أن ينزل أو أن يستمع إلى وامرهم بالنزول وترك المطعم التركي مما أدى إلى تعرضه إلى طعنات بسكين على يد أفراد سلام مما أدى إلى وفاته بعد ساعتين من طعمه بعد هذه الحادثة نزل كل المتظاهرين من المطعم التركي بينما استولى عناصر الثارة الصدري وعناصر مقبعات الزرق على المطعم التركي وعلى المنصة وعلى جسر الجمهورية وعلى المناطق المحيطة بحديقة الأمة والعديد من الخيام حاملين معهم الهيراوات والمسمات محليا بالتواسي وحاملين معهم السكاكين وضع الأسلحة وقاموا بالتجاوج وتهديد الكثير من النشاطين الذين انسحبوا انسحبوا العديد منهم إلى إلى منطقة قريبة وإلى خيام قريبة خوفا على حياتهم ولمنع أي احتكاك بينهم إلى سرايا السلام إلى حد هذه النحظة هناك تحرشات وهناك تحرشات يوم أنصر قامت عناصر سرايا السلام بمصادرة العديد من الأجهزة الخلوية واليدات الخلوية المتمات بالجهاز الاسيكي الهوكي توكي وصادروا أيضا الجهاز السماعة اللاقة الديجي الذي كان على يمين وشمال في محاولة للتكتيم على ما يجري نعم نعم أيضا طالبوا يوم أنص طالبوا بتسليم العديد من الخيم المحيطة بنصف بساحة التحرير يوم بعد يوم سرايا السلام تحاول افشال وتفليش وتخريب وقضم الأرض وقضم ساحة التحرير شيئا فشيئا لكنهم بالتالي سيفشلون بإذن الله كما فشلون في الأربعة عشر الماضية التي كانت أساليبهم مشابهة لهذه الأساليب في بابل أيضا قامت عناصر السلام أو المسمات بالقضعات الزرق الذين ينتبون السيارة الصدري قاموا برميل اطلاعات النارية على المتظاهرين في ساحة اعتصام بابل وسط مدينة الحلة مما أدى إلى جرح أربعة أشخاص من المتظاهرين حالة أحدهم حالة حريجة وفي النجف أيضا هدد بعض على طرق السيارة صدري ساحة ساحة الاعتصام المركزية في النجف بأن يخلص ساحة لعناصر التيار الصدري وعطوه مهلة مدة 24 ساعة إذن هي محاولة تشبيح وإرهاب وخطف من الثورة العراقية من الشباب على يد هؤلاء الميليشيات نعم شكرا عبدالله الفراجي يعني محاولات كثيرة للنيل من الثورة التشريم محاولات وعد هذه الثورة عن طريق الرمي بالرصاص الحي وعن طريق مصادرة الهواتف النقالة للتكتيم على ما يجري واستمعت إلى ما تحدث سيد عبدالله الفراجي الناشط في التظاهرات نريد يعني أن نعرف أكثر يعني ماذا يريد مقتدى الصدر وسرايا السلام في بداية الأمر كانوا يقولون إنهم مع التظاهرات ولكن بعد اجتماع طهران حصل ما حصل من هذه الأمور التي نراها حاليا يعني هذه طبعا من المناسبة ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مقتدى الصدر التلاعب بعواطف الناس واستغلال حتى الشباب من أتباع تياره طبعا من المناسبة الكثير من أتباع التيار الصدري هم مع الثورة هم من ربما من الأيام الأولى لأن تضرروا تضرروا من هذه العملية السياسية تضرروا من إيران تضرروا من الوضع السياسي لم يحصلوا من طيلة السلامات الماضية على شيء هم بالأساس فقراء ولذا كان يتلاعب بهم مقتدى الصدر والمقربين وهم زعماء هذا التيار سياسيا يستغلون عواطف الناس ومآسيهم وأصوات هؤلاء لمكاسب سياسية خاصة ومنذ الأيام الأولى كما قلت ليست المظاهرات الأولى التي يركب فيها الموجة ويستغل هؤلاء الناس ثم يحاول أن يجير هذه التظاهرات وهذا الغضب الشعبي يسيره أو يجيره لصالحه في مكاسب سياسية نحن نرى منذ العملية السياسية منذ أن دخل هو بشكل رسمي في هذه العملية السياسية وبشكل معلن هو يحاول لأنه في كل مرة يحسن مواقعه ويستولي على هذه الوزارة ويزيد من مواقع هنا ومنالك وباقية أبناء الشعب العراقي وحتى أتباع التيار الصدري لم ينتفعوا من ورائه شعاراته وحتى أتباعه أو يعني المناصب التابعة له لم ينتفعوا شيئا حتى المناطق السكانية التي يمثل هؤلاء داخل هذه العملية السياسية لم تتحسن على سبيل الناحية الاقتصادية الشرماعية بطبيعة الحال هناك شيء أنا أقنع به الناس لكي ينفذوا ما أريد ولكن ماذا يقدم مثلا المقتدى الصدري العملية السياسية هو مشارك بـ 54 نائب البرلمان تابعين للتيار الصدري 6 وزارات تابعة أيضا للتيار الصدري يعني نستطيع القول أن 50% ربما أو أقل أو أكثر المهم يعني ما الذي يجعلهم يقتنعون فينفذوا ما يريد منهم مقتدى الصدري سياسي التيار الصدري يعني نفرق بين السياسيين وبين الشعب بغض النظر عن كل الانتماءات الأخرى سياسي هذا التيار لا يختلفون عن بقية السياسيين الآخرين وهو التلعب بمشاعر الناس وبيع للناس فقط شعارات وإعلام كاذب أما عمليا لم يقدموا لهم إلا أي شيء فقط تحسين مواقعهم وحصد الأموال ونهب الأموال والفساد لصالح هؤلاء وجيوبهم الخاصة والناس ترى يعني تشاهد وترى تعرف أن هذا زيد من الناس فلان من الناس كان قبل أشهر معدودة لما كان خارج هذه العملية كيف كان فقيرا وكما يعبر عنه في اللهج العراقي حافي من أين لك واليوم بين ليلة وضحى وإذا به لا يسكن فقط القصور وإنما ملايين بل النهب في العراق يعني تجاوز الأرقام كما يسمى أرقام فلكية يعني نهب والمصيبة أيضا هؤلاء لا يتسترون على نهبهم وإنما يجاهرون يجاهرون ولماذا لأنهم يستخفون بالناس يعني للأسف طيلة السنوات الماضية كما قلت يعني المفروض من المنطقي أنه يحاول هذا السياسي أن يقدع الناس بتقديم على الأقل شيء قليل يقنعهم بشيء يقنع الناس ببعض الخدمات وبعض المكاسب لكن هؤلاء تميزوا كل الذين في العملية السياسية أنهم تميزوا بتجاهل الشعب العراقي واستغلال مآسيه والإثراء الخاص على حساب هذه الآلام لم يقدموا أي شيء ولم يستطيعوا أن يقنعوا الناس بأنهم هؤلاء ربما جاءوا لخدمتهم سوى الكلام والكذب طيلة السنوات في كل دول العالم يعني لنقول الدول العالم المتقدم أو الدول النامية يعني وظيفة كل حكومة خدمة المواطن أنا أنا آتي لهذه الحكومة كي أخدم الناس هذه وظيفتي وإن لم أستطع خدمة الناس أستقيل ولكن لماذا ينظر رموز العملية السياسية بعد الاحتلال الأمريكي أن المنصب غنيمة يعني في العراق هو غنيمة طبعا العراق ليس عملية سياسية حقيقية في الدول الأخرى لما يكون هناك أحزاب تتنافس لذلك تسعى هذه الأحزاب لتقديم شيء برامج انتخابية خدمة ناس لأنها تعلم أن الناس هي التي ستأتي بها أما في العراق فهي مجرد قضية الانتخابات وصناديق الانتخابات الكل يؤمن أنها هي مزورة والنتيجة هي مسبقا يعني هي تأتي نتيجة تفاهمات فيما بينها هذه الكتل فيما بينها البين بيع وشراء مزايدات ولا دور للشارع العراقي للشعب العراقي بهذه الانتخابات وبوصول لذلك نجد هذه الأحزاب تتجاهل الشعب العراقي لا تقدم له شيء لأنها تؤمن أن هذا الشعب لن هكذا كانت ترى أن هذا الشعب العراقي لن يؤثر على وجودها من الذي يؤثر على وجودها؟ يؤثر على وجودها راعي وخادم وحامي هذه العملية السياسية لذا مثل ما قلت هم ينظرون إليها على أنها غنيمة يحاول كل من يأتي إلى هذه العملية إلى هذا المنصب أنه ينهب بالقدر الإمكان أكبر كمية ممكنة لأنه لا يدري متى سيغادر هذا الكرسي ولذا نجدهم جشعين جشعا يعني الأرقام الفساد في العراق تجاوزت كل أرقام الفساد في دول العالم تحدثت بها حتى التقارير الدولية يعني أثقام كما قلت عبرت عنها قبل قليل أرقام فلكية لا يوجد دولة من الدول والعراق طبعا من أغلى الدول ثراء يعني اقتصاد العراقي معروف حجم الاقتصاد العراقي وغناه وكميته لكنه هذا الاقتصاد الغني جدا نتيجه كله ذهب إلى جيوب الخاصة وجيوب أسياد هؤلاء الذين يحمونه وليس فقط كذلك حتى أن الأجيال المقبلة هي أجيال مكبلة بالديون العراق بيع ليس فقط حاضرة هو إنما بيع مستقبله اقتصاد العراقي مبيوع مقدما لمئات السلين ولذلك هؤلاء قد ليسوا تسلطوا على حاضر العراقي ولا شوه فقط الماضي وإنما حتى المستقبل نهبوه من الآن نعم دكتور أستاذ محمد جواد فارس يعني المتظاهرون كلهم من فئات عمورية شبابية من خمسة عشر وربما أقل حتى عشرين يعني الغالبية العظمى كلهم أدركوا بأن هؤلاء الذين يحكمونهم هم يعتبرون هذا المنصب غنيمة يعني للإثراء والاستحصال المكاسب والأموال وبالتالي هم خرجوا كمتظاهرين فقراء بسطاء يطالبون بوطن يطالبون بكرامة يريدون أن يعيشون كما يعيش العالم خصوصا أن بلدهم بلد نفطي فيه من النفط وفيه من الميزانية ما تكفي لخمس دول عربية مجتمعة ولكن العصابات أو المتحكمون الآن هل بسهولة سيتخلون عن هذه المكاسب بعدما جاءوا فقراء لا يمتلكون إلا ملابسهم بالتأكيد لا ولذلك هم متمثقين بهذا السلطة حتى يكون مهيمنين على القرار وينهبوا من ثروة العراق أكثر ما يستطيعوا ولذلك المعروف عن العراق كما قال الأستاذ عبد الحميد أنه العراق اقتصاد ريعي واقتصاد النفط والمبالغ التي تدرع على العراق مبالغ عائدة ممكن أن تبني العراق وليس تجد مدرسة لا يوجد فيها رحل للطلاب ولا حتى ممت مسار من أجل أن يصل الطالب إلى مدرسته وإنما خاصة في موسم العمطار والوحل والآخر أنه الطلاب لا يستطيعون وأنا أتذكر حتى أجيالنا تابعة ستعرف من خلال وجودنا في المدارس أيام العهد البائد أيام العهد الملكي كان يكرمون الطالب بوجبة غذاء بملابس باحترام باهتمام تحليم عالي لكن هؤلاء طرطوا بكل مقاومات الدولة العراقية وجاءوا بمسلك آخر وهو فقط عن كيف يصلح أسرياء من أجل أن ينهض ثروة الأجيال اللاحقة أنه العراق أصبح مكلف بالديون للبنك الدولي وقروض تبطع عن طريق الاستقراض الذي تم على نور المالكي ومن ثم على العبادي ومن ثم عادل عبد المهدي وغيرهم من هؤلاء الذين لن يكون لهم ذرة من الغيرة فقط في زمن نور المالكي أكثر من ألف ومئة مليار دولار ذهبت من أموال العراقيين يعني نعم سيد محمد جواد إلى ماذا تعتقد أن هناك ربما تداعيات خطيرة انصح التعبير لهذا الإصرار من قبل المتضاخرين على إسقاط هؤلاء وهم بالتالي المتحكمون لديهم من المال ولديهم من السلاح أنا باعتقدي أنه الثوار آهد الشهداء من أجل البقاء في ساحة التحرير وخاصة قبل فترة قصيرة أسمع من أحد المناظرين الموجودين في ساحة الزقار والذي أكن له كل الاحترام والتغبير أن هذه الساحة سميت بساحة الحبوبي تذكيرا للأجيال اللاحقة أنه الحبوبي لعب دور مع الزار ومع شعلان أبو جون في ثورة العشرين هذه الساحة إلها همية تاريخية ولذلك هذا الشاب اللي هو الدكتور على أرض السادي قرروا أنه تأتيس برنامج عمل وطني سياسي يتحصن به شخصيات من المشخصين الواعين من أجل دعم هذه المطالب والسير قدما وباعتقادي أنه السورة ستستمر حتى النصر النهائي ولا يمكن حتى ما جرى ويجري الآن من قبل ما يسمى بسراية السلام والقبعات الزرق أنهم يريدون أن يجهضوا هذه السورة مستحيل صحيح أننا قدمنا شهداء ونقدم من أجل عدالة هذه القضية وبالتالي أن القضية ستنتصر بالتأكيد ولا تنتهي إلا بنهاية وضع عد لما جرى خلال سبعة عشر عاما من أيام احتلال العراق وتدميره حتى على هذه يعني أنا أقول أنه حتى ما معقولة أنه العراق يعني عطور أنه يجينا بس من عائلة علاوي حتى يضعوا رؤوسهم في سلطة يقودوها مع احترام بالتسمة العائلة وناس وطنيون من هذه العائلة عياد علاوي وجعفر علاوي ومحمد تغفير علاوي مع العراق العراق العظيم من أيام حمرات وأنه فقد نصر وتاريخه المجيد أشهر فهي وما جرى للعراق وبالتأكير هذه الأجيال هي امتداد لتاريخ العراق العظيم سيد عبدالله الفراجي هل لك أنتصف لنا الآن عزيمة المتظاهرين زخم ثورة تشرين في ضوء كل هذه التحديات التي تواجهها والله الوضع الحمد على كل حال معنويات المتظاهرين عالية المؤتصمون لا زالوا في أماكنهم لا زالوا يقامون كل محاولات أصحاب القبعات الزرق في إجهاض الثورة وفي وعد الثورة وفي أغلاق الخيام وأغلاق ساحة التحرير وفضل الاقتصامات المؤتصمون أقسموا أن لا يخرجوا في الساحة التحرير حتى يروا حتى يروا مرشحا جديدا وحتى إثقاط محمد توفيق علاوي شئنا ما بين الثورة ماضية الثورة قائمة الثورة مستمرة بإذن الله لم يرحم الثوار لم ينسحبوا مساحات التحرير ولن يبرحوا أماكنهم حتى يرجع الوطن إلى أهله المظاهرات انطلقت تحت شعار نريد وطن أو نازل عقل حقي ولا زال المتواهرون لم يحصلوا على وطن ولم يحصلوا على حقوقهم ولن يرجعوا ولن تنفض هذه الاقتصامات حتى يأخذ الجميع حقه وحتى يرجع الوطن إلى أهله الوطن مستوب لا زال مستوب حتى متى سيرجع سيرجع المتواهرين إلى منازلهم شكرا لك سيد عبدالله الفراجي الناشط تلاهرات دكتور عبد الحميد لم نسمع موقفا أمريكيا عن تكليف محمد توفيق علاوي أم أن الأمر هو ضمن عملية سياسية فيها موافقة ضمنية أمريكية مسبقة بلاية يجب أنه وقد ذكرنا ذلك في أكثر من مرة أن أمريكيا هي تؤمن بأنه أو تعمل بمنطق التخادم بين مشروعها ومشروع الإيراني وهذا ما أعلنته أكثر من مرة يعني معلن هي أعلنته وأيضا إيران أعلنت ذلك سواء كان صراحة أو ضمن وفق هذا المنطق هي أمريكيا تحديدا لها خلافات مع إيران لكن خلافاتها هي ليست خلاف جذري خاصة على الأقل في العراق هناك عدة ملفات تتعامل فيها أمريكيا مع إيران مختلفة فيها لكن عراقيا على الأقل صراعها معها صراع نفوذ لا صراع وجود لماذا؟ كما قلت هناك تخادم بين المشروع الأمريكي الإيراني أمريكيا تريد من إيران إنهاءها نهائيا في العراق وإنما تريد تقليم أظافرها ربما تقليص بعض نفوذها وبعض أماكنها وواقعها وأدواتها داخل العراق تحسين المواقع الأمريكية وتقليص النفوذ الإيراني داخل العراق هذا الذي جرى اليوم خاصة قضية علاوي وغيره إلى الآن لم يصدو شيء لأنه أولا لا يزال هذا يتبع إلى إيران هذا الرجل يعني محمد توفيق على له لتوافق الأحزاب الإيراني بشكل كعام وكما ذكر الأساتذة قبل قليل إنه الاتفاق جاء بتوجيهات إيرانية وربما بتقرار إيراني بتعديد بشكل آخر هذا الأمر الأمر الآخر أنه إلى الآن هي لم ترى أو تريد أنه تنظر ما هي وجهة أو ردة الفعل الحقيقي للشارع العراقي لأنه إلى الآن كلفة ولكنه إلى الآن لم يستقر الأمر يعني كانوا يظنون ويراهنون على أنه سيحدث حالة إحباط رد الشارع العراقي وكانوا يعولون على أنه مقتد الصدر وتياره يعني السياسي يقصد لي ليس أتباعه من الشعب سياسي سيستطيعون الاستيلاء على هذه الثورة وركوب موجهها وإجهاضها وسيكون هناك حالة إحباط لكن الذي حصل اليوم حقيقة حالة مفرحة وهذه حالة إيجابية أن الشعب العراقي خاصة ساحات التظاهر قد كشفت هذا الوجه الذي أكثر من مرة يخدعهم تحديدا مقتد الصدر وسياسيه وهذا الخداع الذي انكشف هنا أعطى لهؤلاء الشباب ربما قوة معنوية وإصرار على المضيف في طريقهم والاستمرار في هذا الأمر حتى تتحقق أهدافهم ومطالبهم هذا ربما كان فيه عامل إيجابي فيه تصفي للصفوف تلقية صفوف هذه التظاهرات وربما أنه لن يبقى ويثبت في هذه الساحات كما هو المطالبين بالحق كما هو يعني من خلال المعطيات أن أمريكا تنظر إلى التظاهرات ثورة تشرين في العراق من زاوية النفوذ الإيراني والمناوشات الأمريكية الإيرانية والدليل على ذلك يعني ما تصرحه سفارتها أو ما تصرحه واشنطن بهذا الشأن السؤال هنا يعني كيف يمكن يعني وأنت ترى ما يجري فيه التظاهرات هناك خطوط حمراء قد تم التجاوز عليها من قبل هم يسمونها خطوط حمراء يعني مثلا شخصيات دينية معينة شخصيات سياسية معينة هو خط أحمر فلان خط أحمر خلص هذه الصور مزقت ووضع عليها علامة كروز الآن هل ترى أن هناك مستجدات ربما أمريكية في هذا الإطار ممكن أن تدخل في خط المناوشات الأمريكية الإيرانية يعني نحن ننظر فقط إلى ما يهمنا وهو المتظاهرون السلميون بالضبط يعني نحن رأينا أنه في هذا الإطار ربما كان فيها شيء إيجابي أنه بعض القنوات المحسوبة أمريكيا قنوات إعلامية وبعض القنوات حتى السياسية تماهت مع هذه التظاهرات في إطار التنافس والمشاكسات الأمريكية الإيرانية لكن هناك أيضا وعي عند الشباب في هذه الساحات أن أمريكا هي التي جاءت بإيران بالضبط أن التخادم الأمريكي الإيراني هو الذي صلط هذه الأحزاب وهي التي جعلت هذه المنشيات تتغول وهي التي دعمتهم ليس فقط سياسيا وإنما حتى عسكريا لكن لكن لا بأس من التماهي مع هذا الشيء واستخدامه للوصول إلى لكن لا يوجد تعويل على أن الخلاص سيكون أمريكيا لا يكون الحل لأنه هم سبب الفساد هم سبب المشكلة فلا يمكن لها الذي صنع هذه المشكلة أن يأتي بهذا الحل معروف أن الأمريكان يعني العجرفة الأمريكية هم لا يريدون الاعتراف بالفشل والاعتراف بالهزيمة لكنهم كما يقولت يريدون تحسين هذه المواقع لكن المعول عليه بعد الله سبحانه وتعالى هو وعي هذا الشارع العراقي هؤلاء الشباب الذين ولدوا في هذه الأزمة ومن رحمها وقد ميزوا ما هو السبب ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل وأين الحل كيف يكون هذا الحل وهو اقتلاع العملية السياسية من جذورها شكرا لك ضيفي الكريم دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم يهيئة علماء المسلمين في العراق لموجودك معي في هذه الحلقة ضيفي في الستوديو ونشكر ضيوفي الكرام الأستاذ محمد جواد فارس الباحث وكاتب السياسي العراقي شكرا لك وسيد عبد الله الفراجي الناشط في التظاهرات كان معنا من بغدان نشكر لكم مشاهدنا الكرام شكرا جزيلا حضوركم متابعتكم في هذه الحلقة وإلى لقاءات أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة